لحظة فاصلة في تاريخ الجزائر كانت حين تلحم الشعب مع خيارات جيشه في خضم تعقيدات الحراك الشعبي قبل ثلاث سنوات كان القرار مرافقة فرصة التغيير تلك دمن مصار دستوري يحقق مطالب الانتقال السياسي دون مغامرات بالقرب من سيناريوهات الفوضى خيارات المؤسسات الرسمية بالرغم من حساسية المرحلة أعادت للواجهة شعارت غابت عن أسماع الجزائريين منذ فجر الاستقلال دعوات هنا بالذهب نحو مرحلة انتقالية يطبع فحواها الغمود ومطالب هناك بتفعيل مجلس تأسيسي ينتشل كل المتناقضات ويدفع بالتعيين بديلا للانتخاب لا يخفى على كثيرين أن فكرة انتقال السلطة داخل أطور الدستور كانت وما زالت دافع كيانات سياسية طارة وجمعوية طارة أخرى تتبنى منطق شن حاملات سياسية وإعلامية ممنهجة هدفها الأبرز زرع الشك والريبة في نفوس الجزائريين حول مشروع بناء الدولة وعلاقات مؤسسات الدولة ببعضها ابتعاد الجزائري عن لغة السيناريوهات واقترابها سريعا إلى أداة الصندوق يبرر دون اجتهاد المحاولات بلا كلل ضرب الوحدة الوطنية في صميمها طيارات معروفة بمحاولاتها المساسة بوحدة الجزائر وافتعال الأزمات تتسلل إلى سلمية الجزائريين رفع لشعارات أعدمت كل شيء المنطق خلق أفعال عدائية وتحريضية تنتهي بالعودة إلى سيناريوهات العنف الذي لم يكد الجزائريون يتخلصون من قتامة مشاهده دعم خارجي وتغذية داخلية له أثبتتهم التحقيقات الأمنية والقضائية لاحقا وفضحتهم الاعترافات بشكل لا غبار عليه تجتمع التهم في خطابات التحريض فتختار التضليل بخلفيات ليس مهماً إن طال التضليل ملفات سياسية أو أمنية اقتصادية اجتماعية أو دبلوماسية مدام ذلك كما يعتقده أصحابه حالمين قد يعيد القطار إلى أولى محطاته بلا مصار ولا وجهة أو يكسر ذلك التلاحم ما بين الجزائريين ومؤسسات الدولة الدستورية ولا غرابة أن تكون سهام الدعاية صوب مؤسسة الجيش التاريخية إما باتجاه عقيدتها الإقليمية بعدم الاعتداء على حدود الجيران ولا القتال تحت راية أي من القوات الأجنبية صورة تشويشية هدفها نسف كل جهود التوافق والإجماع في الجزائر سلاحها الإعلام التضليلي النابع من أراضي مجاورة يتخذ من معادات الجزائري ومؤسساتها منهجا له فلم يترك فرصة إلا وانغمس من خلالها في لعب أوراق بديلة نزعة بالتأسيس لروايات مفادها خلافات بين مؤسسات الدولة متناسيا أن زمن ذلك الاستقطاب قد وله